اشتركوا في القناة والحاضرة والمنطلقة مباشرة اتقدم مع المراكز الاولى واتقدم مع المركز الاول اتابع الصدارة والمقدمة شاهين على المركز الاول منهجن العاصف بمتابعة غياث الهلال في عملية التضمير المركز الثاني شاهين منهجن ند الشبه القادم بمتابعة سالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب والمركز الثالث يأتي في هذه اللحظات العزم القادم على المركز الثالث ليسمو شيخ الزاع بن سلطان بن زايد آل انهيان عامر بن محمد بن عبيد المجروعي في عملية التضمير والتدريب والحذر على المركز الرابع يتقدم لسعادة الشيخ صعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني يتابع في عملية التضمير احسين بن محمد بن سالم السفران مباشرة من المركز الرابع إلى المركز الخامس يتقدم في هذه اللحظات وينطلق في هذه اللحظات ناصي ليسمو شيخ راشد بن حمدان بن زايد آل انهيان يمع بن عتيج الرميث المحترف من يتابع في عملية التضمير والتدريب المركز السادس ينطلق شاهين من هجن رياس محمد بن عتيج بن زيتون آل انهيلي في المتابعة الزعيم على المركز الثامن يتقدم بشعار سمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد آل انهيان عوام بن مبارك بن سعيد آل انهيلي في المتابعة تاسع المراكز شاهين من هجن رياس سيتقدم بمتابعة حرب بمغير العميمي المركز العاشر يتقدم شاهين من هجن رياس وهملول عفوا هملول القادم من هجن رياس علي بن ميل لوهيبي في المتابعة هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء لهذه الشعارات المنطلقة والحاضرة أتابع الأسماء القادمة أتابع الشعارات القادمة في انطلاقة آخر يشواطن آخر تحديات الزمول في صباحي هذا اليوم في انطلاقاتي هذا اليوم عودة إلى الصدارة عودة إلى المركز الأول شاهين شاهين على المركز الأول من هجن العاصفة يتقدم من مؤسسة هجن العاصفة ينطلق بمتابعة غياث الهلالي المركز الثاني شاهين من هجن ند الشبا سالم بسعيد في المتابعة المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات والقادم العزم العزم ليسمه الشيخ الزاع بن سلطان بن زايدال عامر بن محمد بن عبيد بعقر المزروعي من يتابع من يقدم هجن التراث على أرضية هذا الميدان في انطلاقاتي الزمول في تحدياتي هذه الزمول بنوك الانتاج بنوك الانتاج المركز الرابع المركز الرابع القادم الحذر لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني يتابع حسين بن محمد بن سالم آل سفران ينطلق ويقدم الحذر على المركز الرابع المركز الخامس وتابع ناصي القادم ليسمه الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل انهيان يمع بن عتيج بن كسل الرميثي ينطلق المحترف في عالم اللصايل يتقدم في هذه اللحظات ويقدم ناصي القادم على المركز على المركز الخامس سادس المراكز يتقدم الزعيم ينطلق الزعيم بشعار سمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد آل انهيان وعوض بن مبارك لمهيري في عملية التضمير المركز المركز السابع المركز السابع يتقدم شاهين من هجن رياسة ينطلق في هذه اللحظات بمتابعة محمد بن عتيج بن زيتون آل انهيان من يقدم شاهين على المركز السابع ثامن المراكز نتابع القادم شاهين من مؤسسة هجن الرئاس وحارب مغير العميم يتابع ابو سلطان في هذه الانطلاقات في هذه التحديات وشاهين القادم واول ندال شاهين القادم من مؤسسة هجن العاصف اياث الهلالي يتابع يراقب شاهين يحمل الرقم واحد ويمطلق في هذه الانطلاقات على المركز التاسع عاشر المراكز هملول 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 القادم من هجن رياس علي بن ميل الوهيبي في المتابعة الضافر هكذا هي النتيجة للعشر اذا عتنلول للمراكز او الثانية عفوا للمراكز العشر المتقدمة والحاضرة عودة الى المركز الاول عودة الى الصدار والمقدمة عودة الى شاهين لازال شاهين على المركز الاول شاهين على الصدار من هجن العاصفة يتقدم الشعار الملكي يسيطر على المقدمة واحنا في هذه اللحظات بدأنا نغادر لافتة الثلاثة كيلو مترات حزام الغابات على يمين هذه الاسماء المنطلقة في هذه اللحظات المركز الثاني العزم من هجنة تراث قادم العايدة ملكية ليسمو الشيخ الزاع بن سلطان بن زايدان هيان يتابع عامر بن محمد بن عبيد بعقر المزروعي من يقدم انطلاقة العزم على المركز الثاني هجنة الشبه القادمة على المركز الثالث سالم بن سعيد في المتابعة في عملية التضمير والتدريب ومن هجنة الدشبه الى هجنة رياسة من سالم بن سعيد الى المجازف الى المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري اللي يواصل ابداعاته في صباحي هذا اليوم مع هجنة رياسة وانطلاقات هجنة رياسة ومع شاهيد من القادم ناصي 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 القادم ليسمو الشيخ راشد بن حمدان بن زايدان الانهيان يمع بن عتيج بن كسل الرميثي يتابع المحترف في عملية التضمير والتدريب سابع المراكز وسادس المراكز القادم الحذر لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني احسين بن محمد بن سالم اهل سفران اهل سفران من يتابع في هذي الانطلاقات في هذي التحديات المركز السابع القادم الزعيم المنطلق الزعيم ليسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايدان نهيان عوض بن مبارك المهيري وشاهين شاهين القادم على المركز على المركز الثامن وشاهين على المركز التاسع اللي اثنين اللي اثنين من هجن العاصف بمتابعة اياس الهلالي اياس الهلالي في عملية التضمير في عملية التضمير والتدريب نتابع هملول القادم من هجن رياس في هذه اللحظات ينطلق في هذه اللحظات بمتابعة الضافر علي بن يميل الوهيبي هكذا هي النتيجة لكن نعود والعود أحمد إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى الصدارة إلى المركز الأول اللي يغير العزم العزم على المركز الأول العزم على الصدارة يقترب ويقترب الكل من الكيلو متر الأخير الكيلو الأخير آخر يشواطنا في الفترة الصباحية لهجن أصحاب السمو الشيوخ البداية والضربة كانت مع هجن رياس ومع المجازف شوط الختام آخر يشواطي هذه الفترة الصباحية هنا في هذه اللحظات العزم على المركز الأول ما بين المحترف ما بين المجازف ما بين حاربة مغيرة وما بين مضمر العزم عامر بن محمد بعقر المزروعي اللحظات الأخيرة اللمتار الأخيرة ناصي والعزم ناصي والعزم هجن التراث وهجن سمو الشيخ راشن بن حمدان بن زايدان هيان اللحظات الأخيرة يا المحترف اللمتار الأخيرة المجازف قادم المجازف قادم في هذه اللحظات يقدم شاهين وحارب بمغير قادم حارب بمغير قادم مع شاهين لاربعمائة متر الأخيرة لاربعمائة متر الأخيرة عادلنا القرية التراثية يا المحترف يا المحترف قادم عامر بن محمد بن عبيد وعقر المزروعي لكن ما عليك خوف يا المحترف ما عليك خوف هذا 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 من إنتاج من إنتاج المختبر وفي يوم اللمس كان الختام مع سلالة انتاج المختبر سلامي عليك المحترف يا منكسر تهانين والناموس ليسمو شيخ راشد بن حمدان بن زايدان الانهيان ها هو ناصي ناصي يختم صباحي هذا اليوم اشواطي هذا اليوم تهانين والناموس ليمع بن عتيج بن كسر الرميس المحترف المركز الثاني العزم ليسمو شيخ الزاع بن سلطان بن زايدان الهيان المركز الثالث شاهين من اجنال رئاسة يحملون من هجن رياس على المركز الرابع والخام الشاهين لهجن رياس هكذا هي النتيجة مشاهدين متابعين الكرام نعود مع ناصي والتوقيت الزمني في الثمانية كيلو مترات توقيت ناصي نتابع في هذه اللحظات مع مخرج هذا السباق اطنعشر دقيقة اثنين وخمسين وثمان اجزاء من الثانية تهانين والناموس ليسمو شيخ راشد بن حمدان بن زايدال الهيان وتهانين والناموس ليمع بن عتيج بن كسل الربيثي مشكوري المحترف يا من قدمت هذه النجومية في صباحي هذا اليوم طرع عشر دقيقة ثلاثة وخمسين بالوفاء والتمام هو توقيت العزم ليسمو شيخ ازاع بن سلطان بن زايدال الهيان شكرا عامر بن محمد بن عبيد بوعقر المزروعي المركز الثالث اطنعشر دقيقة ستة وخمسين هو التوقيت لشاهد من هجنة رياسة شكرا المجازف محمد بن عتيج بن زايدال الهيان اهل المهيري تهانين والناموس للجميع موسيقى موسيقى موسيقى